ما ناتج تقسيم العدد سبعة على ثلاثة؟ كم مجموعة من العدد ثلاثة موجودة في العدد سبعة؟ ارسموا سبعة دوائر واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ثم قسموا هذه الدوائر إلى مجموعات في كل مجموعة ثلاث دوائر هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية إذن هناك مجموعتان من ثلاث دوائر وتبدو لديكم دائرة واحدة فقط إذن هذه الدائرة هي الباقي هذا يعني أن سبعة تقسيم ثلاثة يساوي إثنان وباقي القسمة واحد لأن إثنان ضرب ثلاثة يساوي ستة ويتبقى لديكم واحد للوصول إلى العدد سبعة إذن ستة زائد واحد يساوي سبعة انتقلوا إلى المسألة الثانية خمسة عشر تقسيم أربعة ارسموا خمسة عشر دائرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ثم قسموا هذه الدوائر إلى مجموعات من أربع دوائر هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية وهذه الثالثة إذن هناك ثلاث مجموعات من أربع دوائر وتبقى لديكم ثلاث دوائر إذن الباقي يساوي ثلاثة هذا يعني أن خمسة عشر تقسيم أربعة يساوي ثلاثة وباقي القسمة ثلاثة حاولوا الآن استخدام طريقة القسمة الطويلة ما ناتج قسمة خمسة وسبعين على أربعة كم أربعة في العدد سبعة؟ الإجابة هي واحد أو أن هناك أربعين عدد أربعة في العدد سبعة لأن العدد سبعة في منزلة العشرات ثم واحد ضرب أربعة يساوي أربعة سبعة ناقص أربعة يساوي ثلاثة ثم أنزلوا العدد خمسة كم أربعة في العدد خمسة وثلاثين؟ أربعة ضرب ثمانية يساوي اثنان وثلاثين أربعة ضرب تسعة يساوي ستة وثلاثين إذن الإجابة هي ثمانية ثمانية ضرب أربعة يساوي اثنان وثلاثين خمسة وثلاثين ناقص اثنان وثلاثين يساوي ثلاثة وكم أربعة في العدد ثلاثة؟ لا يوجد أربعة في العدد ثلاثة هذا يعني أن باقي القسمة يساوي ثلاثة إذن خمسة وسبعين تقسيم أربعة يساوي ثمانية عشر والباقي ثلاثة وبهذا ينتهي الحل